قضية تغير المناخ مش بس عشان كوب 27 لكن تكمن أهمية القمة القادمة اللي مختلفة عن ال 26 قمم الماضية مش نوع من التحيز عشان موجودة فقط في مصر إنما كمان بحكم إن هي يجب أن تكون نقطة انطلاق نقطة انطلاق للتنفيذ تنفيذ كل الالتزامات والتعهدات التي تعهدت بها الدول على مدار القمم الماضية منذ قمة باريس في 2015 لأنه حان وقت أنقاذ هذا الكوكب ليه لأنه حتى الأدلة والبراهين والشواهد أصبحت حاضرة وبقوة ويمكن عشان كده لقينا أنه رئيس الوزراء البريطاني رغم أنه كان فيه كلام أنه مش هيقدر يحضر القمة لسه متولد دين وكده لكن قال أنه يعني إذا لم نكن مشاركين في هذه القمة يمكن ما بقاش فيه حياة فلازم عشان الحياة تستمر لازم موجودين في القمة دي ويبقى فيه برامج تنفيذية ويمكن ده ليه علاقة كمان بأنه النهاردة لما تيجو بص على بريطانيا المطر أغرقها غرقها 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 وصل الأمر لحد أنه الصحف البريطانية بتتكلم على فضانات من الأمطار موجودة في شوارع لندن واللي عطلت حركة المرور في الطرق وعطلت السكك الحديدية خطوط السكك الحديد وعطلت عدد من الخطوط في مترو الأنفاء وفي بعض المحطات اللي أغلقت لأنه فجر اليوم حجم الأمطار الذي سقط على لندن على سبيل المثال التقارير التقارير الصحف والمؤسسات المعنية في بريطانيا بتتكلم على أنه حجم الأمطار اللي نزل أو سقط على لندن هو كميات كانوا بيشوفوها على مدار شهر كامل مش في كام ساعة شهر كامل عشان كده زي ما حضراتكم شايفين شوارع لندن والأماكن غير لندن كمان اللي سقطت فيها الأمطار شلل مروري غير طبيعي غير طبيعي حجم الميا اللي موجود حتى في بعض الفيديوهات اللي موجودة الأنفاق العربية بتبقى داخلة فيها العربية يعني تكاد تكون بتختص في المياه من حجم كثفتها وهذا الأمر حينما حدثت تقارير أغلبها بتتكلم على أنه ده واحد من الشواهد اللي بتقول قد إيه قضية تغير المناخ أصبحت ضرورة ملحة أن يحصل تحرك نفس القصة لو رحنا مثلا نبصينا على الفلبين الفلبين حجم الأمطار برضو اللي سقط هناك غير طبيعي وفاضنات قدت إلى انهيارات أرضية من العاصفة اللي ضربت الفلبين حتى الآن التقارير بتتكلم على 150 قتيل أكتر من أو في حدود الاربعين شخص في عداد المفقودين غير 128 حالة إصابة في المجمل الأضرار لحقت بحوالي 4 مليون شخص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية غير أنه قدت إلى نزوح مليون و 200 ألف شخص سابوا بيوتهم عشان يعيشوا عشان يلحقوا أنهما يجروا من ويلات هذا شوفوا الصور عاملة إزاي حاجة صعبة جدا حتى الآن قيمة الأضرار المادية تقدر بحوالي 5 مليار و 270 مليون بيسو للعملة الفلبينية اللي هي حوالي 90 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر